يدعو سيد الحكيم للحفاظ على المنجز الوطني لدعم الحكومة هل تتلمسون مؤشر قلق ربما لدى النخب السياسية لتصدر ربما رئيس مجلس الوزراء المشهد السياسي؟ نعم تحية لك ولمشاهديك الكرام لا شك أنه اليوم سماحت سيد الحكيم دعا كل الكتل السياسية أن تتضافر الجهود لدعم العملية السياسية لا سيما أنه اليوم البلد يعيش في حالة استقرار نسبي سياسي وإضافة لهذا الموضوع استقرار أمني ولا بد أن تغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية ومصلحة الحزب والكتلة وما شاكل ذلك وبالتالي يا عزيزي نحن كتيار حكمة داعمين للعملية السياسية ولا يمكن أن يمضي السيد رئيس الوزراء بالإعمار والاقتصاد وكل تفاصيل اللي يحتاجها البلد إذا لم تتضافر الجهود لدعم السيد رئيس الوزراء لا بد أن تكون هناك دعم حقيقي وتغلبت المصلحة الوطنية على الكتلة والمنصب وكل هذه التفاصيل اليوم إذا بقينا على ما نحن عليه سوف البلد يذهب إلى وضع ما نريد نسميه لكن اليوم في ظل هذا الاستقرار نلاحظ هناك إعمار في بغداد والجهد الخدمي يعمل في المحافظات وبالتالي يا عزيزي عندما يوجد الاستقرار السياسي تتحقق النتائج يعني تنعكس النتائج إلى مسألة الإعمار والإعمار المواطن الذي يريده اليوم المواطن يريد خدمات أبسط الخدمات اليوم كانت غير متوفرة اليوم نرى هناك حملة من الإعمار ويجب أن تكون هناك يعني كل الكتل السياسية تدعم هذا الإعمار وتدعم السيد رئيس الوزراء كلمة السيد الحكيم اليوم كانت هي تصب بمصلحة السيد رئيس الوزراء لدعم الكتل له ويجب أن يكون الاعتدال والوسطية هو سيد الموقف في هذه المرحلة لا يمكن أن يدعو أي تيار أو حزب إلى مصلحة الشخصية يجب أن تكون هناك يعني مصلحة البلد الطوائف على يعني كافة أشكالها تكون يعني بعيدا عن المصالح واليعني المصالح الشخصية والفئوية والطائفية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر